وقعت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطة بمركز قطور الكشف طبي وصرف الدواء بالمجان لألف وثلاثمائة وست حالات وذلك من خلال خمس عشرة عيادة هذا وقد تم تحويل اثنتين وتسعين حالة إلى مستشفيات طنطة الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من الفين وخمسمائة رأس ماشية وطيور اشتركوا في القناة